في إطار خطة قيادة العامة لقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل خبرات مع قوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة انطلقت فعليات التدريب البحري الدولي IMX CE 22 والذي تستمر فعلياته لعدة أيام بنتاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر وذلك بمشاركة قوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية ويعد التدريب من أكثر التدريبات البحرية الدولية المشتركة في العالم والشرق الأوسط حيث يشارك فيه مركز القيادة المشتركة لتدريب بمملكة البحرين وتشارك حوالي 51 دولة ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية النظرية والعملية بغرض توحيد المفاهيم البحرية بين الدول المشاركة فضلا عن التدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية وتنفيذ إجراءات الأمن البحري وتأمين السفن ذات الشحنات الهم بالإضافة إلى مكافحة الألغام البحرية والتدريب على أعمال القيادة والسيطرة والتدريب الطبي يأتي التدريب تأكيدا على عمق الشراكة الاستراتيجية والعلاقات المنتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول المشاركة بالتدريب بما يسهم في دعم جهود الأمن والاستقرار البحري في المنطقة اشتركوا في القناة